تتواصل أعمال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي إحدى لجان المحوال المجتمعي بالحوار الوطني والخاصة بمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيهنا من رئيس الجمهورية وخلال الجلسة أكد المناصق العام للحوار الوطني الدكتورة دياء رشوان أكد أن مجلس أمناء الحوار لن يكتفي بجلسات موضوعات الحوار الوطني المعلنة بل سيتم طرح أي موضوع مهم يطرأ لنقاش خلال جلسات الحوار الوطنية كانت جلسات لجنة التعليم بدأت في 25 مايو الجاري بعقد جلستين لمناقشة موضوع التعليم قبل الجامعية وتضمنت الجلسات وعرض الرؤى والأفكار من مختلف التوجهات والأحزاب السياسية والخبراء في مجال التعليم وممثلين عن عناصر العملية التعليمية وشهدت الجلسة توافقا حول ضرورة وجود جهة عليا مختصة بوضع سياسات تطوير التعليم بكافة مراحله وأنواعه ومراقبة تنفيذ هذه السياسات موسيقى